في يوم من الأيام في إحدى القرى كان يعيش طفل كثير الكسل كان معروفا بالإهمال ونقص الاهتمام كان عادة ما يضيع أوقاته في أشياء تافهة ويهمل واجباته ويتكاسل في كل الأمور على الرغم من النصائح المستمرة من أفراد عائلته وأصدقائه إلا أنه لم يستطع التحكم في وقته واستغلاله استغلالا أرشد وذات يوم زار القرية رجل كبير في السن كان يمتاز بالحكمة والذكاء وكان عادة ما يستعمل هاتين الخصلتين في حل مشاكل الناس حين سمع الطفل بالخبر قرر أن يزوره ويطلب منه النصائح والإرشاد فذهب إليه وقال سيدي هل يمكنك أن ترشدني حول كيفية استغلال أوقات أحسن استغلال وعدم تضيعها في الأشياء التافهة؟ ابتسم الرجل بعد أن فهم مشكلة ذلك الطفل ثم أخرج ساعة رملية من حقيبته وقال ترمز هذه الساعة الرملية إلى الوقت وكل حبة رمل تمثل لحظة ثمينة من حياتك أمسك الطفل تلك الساعة وبدأ ينظر إليها بتدقيق شديد ثم قال الرجل الآن أريدك أن تتخيل أن كل حبة رمل تتساقط من هذه الساعة هي فرصة ضائعة في كل مرة تهمل فيها واجباتك أو تتكاسل سوف تفقد حبة من الرمل إلى الأبد أدرك الطفل جدية الأمر الذي كان يظنه هينا فزاد انتباهه وتركيزه مع كل كلمة كان يسمعها ثم قال الرجل الوقت هو هدية ثمينة يا بني لكنه لا ينتظر أحدا كل ثانية تمر هي ثانية لا يمكنك استرجاعها إذا وصلت تضييع الوقت ستستيقظ يوما ما مليئا بالندم وحينها لا يمكنك الرجوع إلى الوراء فقال الطفل حسنا لكن كيف يمكنني أن أغير سلوك السيء وأستفيد إلى الحد الأقصى من أوقاتي ابتسم الرجل وقال استيقظ دائما قبل طلوع الشمس وابدأ يومك بذكر الله والثناء عليه ثم الصلاة بعدها حدد الأشياء التي يجب القيام بها في كل يوم وحولها إلى أهداف يجب الوصول إليها ثم توكل على الله وبادر إلى إكمالها واحدة تلو الأخرى واطلب العون والتوفيق من عند الله تذكر يا بني أن النفس تحتاج إلى جهاد وأن طريق النجاح لن يكون سهلا في أغلب الحالات أخذ الطفل هذه النصيحة على محمل الجد وقرر التخلص من عاداته السيئة فأصبح يبدأ أيامه باكرا ويضع برنامجا لنشاطاته اليومية ويبادر إلى إتمامها في الوقت المحدد تحولت الأيام إلى أسابيع والأسابيع إلى أشهر وبدأت تظهر ثمار كل ذلك الانضباط فشهد الطفل تحولا إيجابيا في حياته وكل سكان القرية لاحظوا هذا التحول ومع مرور الوقت أصبح شابا نشيطا واكتشف الكثير من مواهبه الخفية فقام بإنجازات كبيرة بفضل استخدامه الحكيم للوقت وبفضل توفيق من الله لو نظرنا في حياتنا نجد أن كل واحد منا يقول مرارا وتكرارا إنه ليس لديه الوقت للقيام بالواجبات والالتزامات ولكن في الحقيقة نحن نملك هذا الوقت المشكلة هي أننا لا نحسن استعماله فيضيع في أشياء لا فائدة منها في غالب الأحيان فهذا طالب لا يجد ساعة لمراجعة دروسه لكنه يشاهد حلقات عديدة من مسلسله المفضل حتى منتصف الليل وهذا رجل ليس لديه الوقت لزيارة أخيه المريض لكنه لا يكاد يفوت رؤية مباراة لفريقه المفضل وهذه امرأة تحب القرآن كثيرا لكنها لا تملك عشر دقائق لقراءة صفحتين يوميا ولكن تجدها تتصفح مواقع التواصل لساعات متتالية وهذا لا يمكنه ممارسة الرياضة ولو مرة في الأسبوع لكنه لديه الوقت ليجلس في المقاهي كل يوم يجب علينا أن نتحمس لتغيير صفاتنا السيئة وإعادة برمجة أوقاتنا فيما ينفعنا مثل ذلك الطفل وسننجح حتماً مثل ما نجح بالمثابرة والجد والنشاط هذا هو الهدف من هذه القصة التحفيزية القصيرة شكراً على المشاهدة ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وإلى اللقاء شكراً على المشاهدة شكراً على المشاهدة شكراً على المشاهدة